السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله ورحمة الله وبركاته في بيديو جديد لدى الفيديو سوف نقديم خمسة فقط متوقعة للمحترفين الجزائريين في المركات والصيف الحالي قبل البديو أتمنى منكم لا تلسل الشراك لايك لايك في كسر كاركو جديد ونبدأ أربع كلاف التبسط الأكثر ببدأين البديو سوف تكون مع اللاعب الرائع إسماعيل بن ناصر لاعب إيسي ميلان الإطاري إيسي ميلان حدد سعر إسماعيل بن ناصر بقيمة قدرها خمسين مليون يورو لأي فريق يريد التعاقد مع الدول الجزائري في المركات الحالي واللاعب يحضر باهتمامات قوية خصوصا من الدولي السعودي مثل الاتحاد السعودي بالإضافة إلى الناصر والأهل والجلال والقادسية لكن الصراع سوف يكون حسب الصحافة السعودية بين نادي الاتحاد ونادي القازيسية الذين يطمحون للتوقيع مع الدول الجزائري في المركات الحالي واللاعب كذلك منفتح أن ينتقل إلى الدولي السعودي في الموسم القادم أما استفقى الثاني تفين اللاعب حسام عوة لاعب روما الإطاري الذي قادر موسم واحد مع الفريق الإطاري وظهر بصورة متوسطة ولم يقدم لأداء المطلوب اللاعب يحظر بإهتمامات قوية من الاتحاد السعودي وكذلك لديه إهتمامات من نادي الستريد الإنجليزي لكن الاتحاد يطمح بقوة لحسب الصفقة في الأيام القانمة والاتحاد في مفاوضة التقدم مع النادي الإطاري واللاعب نفسه للتعاقد معه في المركات الحالية أما استفقى الثاني تفين لعب أحمد قندوسي لاعب الأهل المصري الذي لديه عارض قوي من الدول القطري وتحديدا من نادي الشمال القطري الذي في مفاوضة مع الفريق المصري وكذلك اللاعب للانتقال إليه في المركات الصيف الحالي أما استفقى الرابعة فهي للاعب ياسين بنزينا اللاعب الذي ينشاط في أذرابيجان واللاعب لديه عارض قوي من نادي النصر الإماراتي والناس يطمح بقوة حسم السفقة في الأيام القادمة والناس في مفاوضات متقدمة مع الفريق الأذرابيجاني واللاعب الجزائري للتعاقد معه في الأيام القادمة أما استفقى الخيسة فهي للاعب عبدالقادر بالقادري لاعب الذي يساط في الدوري البلجيكي واللديه اهتمامات من الفريق الكبير عند الرفطة البلجيكي الذي يطمح بقوة حسم السفقة والفريق البلجيكي يكفي بفاوضات متقدمة مع فريقه لاعب كذلك يطمع بقوة الانتقال الى فرق كبير لتطوير منستوه الى الافضل ولتطوير ادائه مع فريق ينافس على البطولة الداخل بالجيكار واللاعب يطمع بقوة الانتقال الى اندلاث طبعا هذه خمسة فقات محتملة ومتوقعة ان تتي في الايام القادمة واللاعبين يمتلكون عرض رسمية من هذه الاندية هذا وكسر لنا واللقاء